وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا مشايخ موريتانيا طيب أما السؤال الذي يتعلق بما قاله الشيخ كيف نفق بمراجع الشيعة مع مبدأ التقية عندهم الجواب على ذلك لنعرف جميعا أن الشيعة مؤلفاتهم على قسمين هناك ما يسمى بكتب الدعاية وقسم هي يعني كتب الحقيقة فالكتب التي لا تقية فيها هي الكتب التي ألفوها في مجتمعاتهم الشيعية ولهم المسادر الأربعة قالوا أن هذه المسادر كلها صحيحة ألفوها من غير التقية ما يسمى بي المسادر الأربعة الشيعة لهم مسادر أربعة ومسادر ثمانية أو أربعة وأربعة مكملة للأربعة المسادر المسادر هم الأربعة وقالوا هي أصحها الكافي للكليني محمد بن يانقوب الكليني قال شرف الدين الموسوي أن هذا والكافي أصحها كصح البخاري عندهم ثاني من لا يهضره الفقيه لمن باب ويه القمي الملقب بالصدوق وهو كذب الكتاب الثالث هو الاستبصار للطوصي الكتاب الرابع هو التهذيب الأحكام كذلك للطوصي هذه هي الصح كتب عند الشيعة وهي المسادر الأربعة كما يقال عندنا الصحيحين أو الكتب الستة وما إلى ذلك وقالوا أيضا هناك كتب أربعة أخرى مكملة للأربعة فكانت ثمانية هي أيضا ألفت على الحقيقة من غير تقية منها الوافي للفيذ الكاشاني وهو الكتاب الخامس بحار الأنوار للمجلسي وهو الكتاب السادس كذلك وسائل الشيعة للحر العاملي وهو الكتاب السابع والكتاب الثامن أو الأصل الثامن أو المصدر الثامن من المصادر الثمانية مستدرك الوسائل مستدرك الوسائل للتبرسي هذه ألفت في مجتمعاتهم وصرحوا فيها بمعتقداتهم من أراد معرفة الشيعة حقيقة وما يعتقدون إذا رجع إلى هذه الكتب يعرف عقيدتهم بكل وضوح لأنها ألفت لأجل أتباعهم ومن معهم وهناك كتب للدعاية كتب الدعاية تجمع بين طرح الشبهات من كتب أهل سنة والتقية مثلا كتب السماوي أبتجان السماوي كلها من كتب الدعاية أشيعهم أهل السنة لأكون مع الصادقين كذلك سمه تديت الذي بل ضللت كما قال خالد السبت وكذلك من كتب الدعاية يعني عندهم بعضها مما ألفها الخميني وكذلك الخوئي ألف شيئا من كتب الدعاية وألف شيئا أيضا من كتب التي سرهوا فيها بحقيقة مذاهبهم إذن باختصار فالشيعة من أراد الوقوف على حقيقة وعقيدتهم هناك مصادر لهم ألفوها من غير تقية وإن صرحوا في تلك الكتب أن التقية دينهم ودين آبائهم ومن لا تقية له لا دين له وهناك كتب أخرى هي كتب الدعاية استهدفوا فيها مجتمعات أهل السنة فأكثر هذه الكتب تطرح الشبهات لأهل السنة مثلا يأتي إلى أحادث أو إلى آيات يؤولها أو يفسرها بطريقة قد تشوش على ذهن العوام والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر